الاهلي يمنح صالح جمعة ضوء الاخضر للرحيل رسالة قوية من الاهلي للعبيه قبل موقع الصندونز اول تعليق لمدرب صندونز على بكار جسامة حكم مباراةه مع الاهلي اليوم الاجتماع الفني لمباراة الاهلي وصندونز واخيرا هاشتاج نرفض استقالة تركي يتصدر تويتر كل دا معنا في اخبار الاهلي اليوم على بركة الله نبدأ اهلا بكم مشاهدين من جديد في قناة اخبار عجلة واخبار لنادي الاهلي اليوم واول خبر معنا والاهلي يمنح صالح جمعة ضوء الاخضر للرحيل كشفت مصادر ان ادارة الاهلي ابدت استياها الشديد من التصرفات اللي بيقوم بها صالح جمعة لاعب وسط الفريق واكد المصدر ان الاهلي لا يمانع في رحيله لأي فريق حتى لو للمنافس التقليدي نادي الزمالي كما ان ادارة الاهلي ضاق بها الحال ونفت صبرها من محاولات تقويم اللاعب خلال العام الاخير انتقادات عنيفة وجهت لسير عبدالحافظ مدير الكورة بالاهلي وتحملها دفاعا عن موهبة اللاعب واستقر الجهاز الفني على توقيع عقوبة مالية على صالح جمعة بسبب تغيبه عن تدريبات المستبعدين من رحلة جنوب افريقيا وجاء غياب اللاعب بسبب قيامه بصدم شاب بسيارته بالجيزة وكشفت تحريات مباحث الجيزة ملبسات اتهام صالح جمعة بدهس شاب بالجيزة وتبين انه كان يقود سيارة الشقيق عبدالله جمعة لاعب الزمالي اما الخبر التاني ورسالة قوية من الاهلي للاعبيه قبل موقع صندون وجهة الصفحة الرسمية للنار الاهلي رسالة هامة للعبين والجهاز الفاني للفريق قبل المواجهة المرتقبة بين الاهلي وصندونز بدوري ابطال افريقيا حيث نشر الاهلي على حسابه صورة لنجم الفريق علي معلول وهو يحتضن حارس مرماه محمد الشناوي معلقا عليها قائلا نسق بكم فكونوا عند حسن الظن افريقيا يا اهلي وكانت مباراة الزهاب بين الفريقين انتهت بفوز المارض الاحمر بهدفين نظيفين ويكفي الاهل التعادل بأي نتيجة حتى يضمن الصعود رسميا الى نصف نهاية دور الابطال اما الخبر التالي واول تعليق لمدرب صندونز على الحكم بكاري جسامة علق موسماني المدير الفني لفريق صندونز الجنوب افريقي على غضب النادي الاهلي وجمهوره من قرار تعيين الحكم الجنبي بكاري جسامة لادارة المباراة اللي هتجمع الفريقين في اياب دور ربع نهائي دور ابطال افريقيا وقال موسماني لا اريد ان اتحدث عن غضب الاهلي من حكم المباراة نحن في صندونز لا نتحدث عن تلك الامور لذا ايا كان من يعينه الكاف لادارة المباراة فنحن فريق كرة قدم ولا نعين الحكام ونحن لا نريد ان نكون جزءا من تلك الامور نحن نريد ان نلعب المباراة بشكل طبيعي لان الحكم لن يسجل لنا اهداف وبالنسبة لجسامة فاعتقد انه حكم رائع للغاية لقد ذهب لكأس العالم وبغض النظر عن بعض الاخطاء التي قال البعض انه ارتكبها فانا اعرفه جيدا انه محترف وحكم جيد ويدير المباريات بشكل رائع ده كان تعليق موسماني مدارف هري صندونز على اختيار بكاري جسامة حكما لمباراةه مع الاهلي والخبر اللي بعد كده واليوم الاجتماع الفني لمباراة الاهلي وصندونز يقام اليوم الجمعة 6 مارس الاجتماع الفني لمباراة الاهلي وصندونز الجنوب افريقي المقرر لها عصر السبت 7 مارس في اياب دور ربع نهائي دور ابطال افريقيا ويحضر اجتماع اليوم من الاهلي المدير الفني للفريق ريني فيلر والكابتن احمد فاتحي كابتن الفريق فيلر ومع اقتراب موعد المباراة بيحرص على تكسيف جلساته مع اللاعبين وتوجيه عدة نصائح لهم قبل اللقاء خاصة مع اهتمام وسائل الاعلام بالمباراة على خلفية نتيجة مباراة الزهاب واللي فاز فيها الاهلي بسنائية نظيفة تدريبات فريق النادي الاهلي بجنوب افريقيا شاهدت جهزيت جميع لعب الفريق للمشاركة في مباراة السبت بما فيهم علي المعلول واللي كان بيعاني من اجهاد في العضلة الامامية لكنه تعافى وشارك في التدريبات واعلن الجهاز الطبي للفريق بقيادة خالد محمود طبيب الفريق عدم معاناة اي لاعب من اي اصابات ونوصل بحضراتكم الاخر خبر معنا النهاردة مشاهدينا وهاشتاج نرفض استقالة تركي يتصدر تويتر تصدر هاشتاج نرفض استقالة تركي الترند في مصر على موقع تويتر خلال الساعات الماضية واللي شاهد مشاركة الالاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي واللي عبروا عن رفضهم استقالة تركي الالشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية من رئاسة الشرفية للنادي الاهلي الهاشتاج ظهر على خلفية اعلان تركي الالشيخ استقالته من رئاسة الاهلي الشرفية عبر حساب الرسمي وعدم تعليق ادارة الاهلي على الامر بالقبول او بالرفض وطالب المشاركون في الهاشتاج المحافظة على علاقة النادي وجماهيره بالمملكة العربية السعودية ممثلة في تركي الالشيخ وتفويت الفرصة على الذين بيسعى لإفساد هذه العلاقة وقال رواد السوشيال ميديا ان الكابتن محمود الخطيب احد ابرز رموز الرياضة العربية وتركي الالشيخ احد ابرز المستثمرين في المجال الرياضي مطالبين الطرفين بانهاء الازمة في مهدها وتدشين مشاريع تريق بالطرفين كافضل رد على هوات الصيد في الماء العاكر وبكده مشاهدين اتكون خلصت معاكم اخبارنا النهاردة اتمنى تكون لاتعجبكم في النهاية لو اعجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو والاشتراك معنا في القناة مع تفعيل الجرس علشان يوصلكم منا كل جديد ان شاء الله شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة